وعن آخر تحضيرات منتخب بيمالي والمغرب معنا مباشرة من قسانطينة الزميل صفيان مهني صفيان يبدو أن أيضا مدينة قسانطينة وملعب الشهيد حملاوي سيحتضن أيضا النصف النهائي الثاني في هذه المسابقة ما هي آخر المستجدات عندك قبل هذه المباراة بالفعل بلال ملعب الشهيد حملاوي سيحتضن آخر مباراة لحساب الدور النصف النهائي ستكون بينها المنتخب المالي والمنتخب المغربي نعم قسانطينة ستودع غدا المنافسة كأس أمم إفريقيا للنشئين بإجراء هذه المواجهة الهمة التي يطمح فيها المنتخب المالي لكي يتأهل بها إلى الدور النهائي ولما لا تحقيق النقب الثالث له في منافسة كأس أمم إفريقيا حيث أكد مدرب منتخب مالي أنهم يسعون لكتابة التاريخ وإضافة النقب الثالث لهم مدرب منتخب مالي خلال الندوة الصحفية التي أجريت اليوم أكد بأنهم جاهزون من الناحية الذهنية وأنهم مستعدون لجميع الخطط التي سيعتمدها المنتخب المنافس نعم الهدف كما قلنا هو التتويجة باللقب الثالث هنا من الجزائر فيما يخص برنامج المنتخب المالي فإنه سيجري اليوم آخر حصة تدريبية له بداية من الساعة السادسة والنصف حيث سيضع فيها آخر اللمسات ويرسم فيها معالم التشكيل التي ستدافع عن الألوان المالية غدا بملعب الشهيد حملاوي قسنطينة كما قلت ستودع المنافسة ولكنها ستكون مقبلة من الخامس جويليا إلى العاشر يوليو بمناسبة الألعاب العربية حيث ستكون قسنطينة ممثلة برياضي بمنافستي كرة القدم والشطرنجة نعم صفيان شكرا جزيلا لك صفيان مهني كنت معنا مباشرة من ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ترجمة نانسي قنقر